ايضاً وهكذا في صفحة 745 يقول جادلت خلاصة الكتاب جادلت بأن الاعتقاد في كائن عالم بكل شيء قادر على كل شيء وكلي الخيرية والذي يكون قد خلق الكون هذا الاعتقاد شنو هو مبرر أو غير مبرر ها يعني يوجد عندكم دليل على مثل هذا الالهة ولا يوجد لتقولوا نثبتوا الها لا تثبتون لنا شنو الها بها المواصفات واذا اثبتتموه الها بهذه المواصفات اذا نقولوا لنا ما هي هذه الشوء هذه تنسجم خصوصاً خلي ذهنكم يمي خلي ذهنكم يمي هذا على مبانينا الكلامية ان العلم والقدرة من الصفات الفعلية لو من الصفات الذاتية شو تقولوا من الصفات الذاتية فنفي صفة ذاتية لازموه شنو نفي الذات اذا اذا لم نستطع ان نجد توجيها لهذه الشروط لازموه مو نفي صفة العلم بل نازموه نفي ماذا نفي الذات هسا بينكم وبين الله هسا هذا بعد انها داخل الحوزة بينكم وبين الله الان شبابنا جامعيين مثقفين طلبتنا في الحوزة عندما يستمعون الى هذه الاشكالات او هذه الشبهات او هذه التساؤلات هاولاك اين يذهب في الحوزة حتى يدرسها موجود الان شيء في الحوزة حتى يجيب على هذه التساؤلات ها لو يجعلونا البحث مولانا في علم الكلام والفلسفة وكذا في الدروس شنو الجنبية مولانا هذه هي اللي الان دا تؤرق شبابنا هذه هي اللي الان دا تجعلو شبابنا يذهبون ماذا يقول هؤلاء لا يوجد عندهم جواب على تساؤلاتنا وكونوا على ثقة في كل مفردة من مفرداتنا العقدية من التوحيد من النبوة من الامامة من المعاد توجد اسئلة شنو من هذا القوي ولهذا ان شاء الله تعالى هذا فetti التصوى انا ان شاء الله تعالى خلو ذينكم يمي يعني كم اسبوع رح نقف عند التصورات الله اذا تصورناه بهذه الطريقة ما هي لوازمه اذا تصورناه شنو بهذه الطريقة ما هي لوازمه اذا تصورناه بالطريقة فاذا الان انت جنابك بينك وبين الله بل الإنسان على نفسه بصيرة شنو الصورة التي تملكها عن الله الآن هاليوم روح فكر بالليل مع نفسك أي صورة تحمل عن الله يعني عندما تسمع الله شنو يأتي إلى ذهنك عندما تسمع الماء يجي إلى ذهنك صورة أو لا بل هذا المائع السائل يأتي إلى ذهنك عندما تسمع إنسان تأتي صورة هذه البشر من تسمع الله شنو يجي بذهنك ملا ها شخص أو ليس بشخص شو تقوله هو شخص أو ليس بشخص ها شخص له غير أو لا يوجد له غير محدود أو ليس بمحدود جسم أو ليس بجسم وعشرات المسائل هاي تطرح على نفسك ولابد تملك الصورة حتى دليلك ينسجم شنو مع التصور الذي تعمله وإلا إذا تقول أنا أريد أن أثبت إلها يا إله هذا وهذا مجهول وهل يمكن إقامة الدليل على أمر مجهول أو لا يمكن ومحال إقامة الدليل على أمر مجهول هذا التصور الأول عن إله الأديان الإلهي ورحمة الدليل على قطع